السلام عليكم ومرحبكم اليوم في قناة اليوتيوب غانوا كويزين إن شاء الله تكونوا كارب خيرت ما تشوفوا الفيديو تعالي نهار اليوم قول لكم سحر مضانكم ألا واحدة أخرى إن شاء الله تكونوا جوزتوا هذل ياما تبخيروا على خير وصمتوا بالهنة جماعة اليوم جبت لكم زوج حاجاته هما مملحة هدومة مملحة المقلة شوفوا حاجة بزف بنينة نبدلوا بها على البورك وزي جبت لكم هادة تحليا اللي بزف بزف بنينة تحليات على الفلون طبق الأولى معتها حاجة جديدة بالفريزة يودي حاجة بزف بنينة راح إن شاء الله تجربوها تباتل تطبيقاتكم خادش بزف هيلة وتقدم بريدة وشوفوا الشكل الداخل حان يجي شباب تحبوا تقلبوها تحبوا من تقلبوها شكيمة تحبون تومة المهم قبل ما بدأوا في الوصفات ما تنسوش اشترك في القناة وتفعيل جرس بشي لحقكم أي جديد الحاجة اللي جماعة راحين ديروها وهي المملحة المملحة هنا وش حسحقوا فيهم راح نزيد ندير معاهم مغرف كبيرة تاع الصكر مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز وزيد نصف ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوة وملعقة صغيرة حاول ملعقة صغيرة تاع الملح هادو هما المكونات تاعنا راح نعود نكتبوهم لكم تحتى في صندق الوصف كما راكوا تشوفو نخلطونا واشي فتعناها قدب هالطريقة حتى ونتمسجونا كامل المكونات حاجة سهلة خفيفة مبدلو سيوع البورك على بالي كيم حابول بورك فوق الطابل لا مممدلábى اللي يصاري لازم ندل اللي بورك خدش ما نقدرش ما ما نقدرش ما ميكلش في طاويدات رمضانية وكهين اللي عظبوا يبدلوا هنا قدرت معاهم نصف كاس تاع الزيتون الزيتون لا لا نصف كاس تاع الزيت العادي أباك ومراني صايم بقيناتا أغالب بنيرندان كيم مرا كنت شفو درت معاهم نصف كاس تاع الزيت العادي ولي حاب يعزيل زيت زيتون يدر أنا قدرت نص كاستعزيت العادي نبسسوم ليح مع الفارينة بهذه الطريقة حتى يدخلونا كامل المكونات بعدها نحن نجيب المدى فيه نقعد نلم في لابات حتى نتحصلوا العجينة تكون طريقة وتلسق شيئا في اليد دوك شوفوا هنا لابات تعنا كشجي نقعد نطمو فيها حتى نتحصلوا على لابات شابة دوك نعجلوها بشولينا شوي ياليس ونخلوها تخمع هات طريقة جماعة شوفوا لابات تعيه هنا هاني نحي كامل هذوك الحاجة الملسقية في يدي ونبدأ اللم فيها هكذا ونحطها فوق البلاندوت خاطئ نعجلناها هنا ولندلكها حوالي خمس تقايق حتى نتحصلوا على لابات تكون شابة وليس هكذا باش لحبة تبعنا يجونا شابين تانيكين تخدموا بيهم مشي يجونا شكلهم مشي شباب لابات دايمين لازم ندلكوها شوية هنا جماعة كما ركو تشوفوا بعد لابات مع دلكتها امليا حتى نحطها في غي سيبيون ونغلفهاب أو يفين مخليها تخمر تخمر ماشي تخمر تخمر بزاف احنا ما بيدنا راح نديرو والحشاطة نجو ننلقوها خمراء تماما ما راحشMen طوّل بزاف نديرو الحشو ما بيد هنا هي مقلاة درت فيها شية تعزيت رايح ندير فيها نصح بطع بصلت كومت وسطاقط بالسطاقت على تاира relación مكعبات صغار زيت معها شوية تعفل في لفل احمر وصفر تحبو نديرو الخضر دييرو تحبوا ما تديروش كامل الفلفل ما تديروش هادا تشيع بتاع الملح ونجي نقلي البصل تاعي مع هاداك الفلفل حتاوني يدبالي حتاوني يدبال مع انت حتاوني يتلق شيال ما تاعي وذاك البصل ويدبالولي الخضرات تاعي هادية تدبال لي درتها في الاول بهات الطريقة جماعا نقليها على نار تكون متوسطة حتاوني يدبالولي باش ننضيف البولي اشي تاعي شوفو هنا تقدروا دير بولي اشي يتقدروا ديرو فيونداشي يتقدروا ديرو دنداشي كما تحبونتهم انا كان ما توفر عدني البولي اشي درت بولي اشي هاقدا نقلي مليح ذاك البولي اشي مع ديك الخضراء بها الطريقة باش مبعد ذاك غري يطيبلنا شوية داك الجاي ونجي نديرو ليزيبيز كما ركن شوفو هنا يلجيت تاعي بعد ما طيبته شوية نجي نديرو التوابل هنا التوابل عندي شوية تعالعكري عندي شوية تونبودراش شوية فلفل كحال شوية سكنجبير والتوابل يعودوا ليكم الاختيار وتقدروا ما بديروا معهم لا متاغد كما ركن شوفو هنا يا جماعة كما قلت لكم شوية عكريش شوية فلفل كحال شوية ملح شوية تونبودراش وشوية تعسكنجبير وبلا ما نساوي الملح زيدو شوية الملح اسك اذا مجا اذا جاتكم السوسة بها طريقة جماعة كما ركن شوفو دوك ندورو الطماطش على الباطا هنا راح نستخدموا طماطش بباطا تا عمور رايح نحطها قطامي ونروح نجيب كمية علمال يحطتها في كاس هاقدة اني حيقس مغرف دكون متوسطة من طماطش عمور ورايح نفتحها في هاد في هاد في هاد الكمية علمال يدرتها في الكاس هاقدة بهاد الطريقة هاقدة جماعة ونجندر هادي لكتمو فق هدك الخالي التاعي ونخليها تطيب حتى وين هاديك العصص تشربها كامل وما توليش كاينة العصص معنا احنا تحقوها النشفة دوكنوا رايكم النتيجة هنا راي مازالها مازال ما شربت مليح شوفو هنا كي تشرب كش تولي معنا تحت تشرب لكم كاول السوائل باش نحوها وطفوا عليها هن اجماعة ضروا رابات تعنا بعد نحطو اللافاقس تعنا تريح ما بنا رحو نجيبو رابات نقسموها هاد اللافا تخرج لكم كونت يتي الله يبارك باتا قطعوا كوائرات صغر تحبو ديروهم كبار ديروهم كبار تحبو صغر ديروهم صغر بها طعا ندلتهم توسطين ما صغر صغر بزيف ما كبار بكبار بزيف هاكداد كوورت درت هاد الكوائرات وش نجين دير دوكا نفتح 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 حبات تاعي بين شوية تاع الفارينا دوك تشوفو هنا هي الطريقة نفتح الحبات تاعي بشوية تاع الفارينا بش ما تلسق لكمش هنا دنيت شوية الكاميرا بش تباني لكم مليح هاكداد ها راي هي تاعي خفيفة على بيها راي تلسق شوية ميكترو الفارينا هاكداد كتكونوا تفتحوا بيها بش ما تعدم كمش نفتحوها تكون رقيقة ما تفتحو عش خشينا بزاف ولح بالخبس تاعي يكون خشين شوية ما ميرققش بهات الطريقة حاجة سهلة وبنينا ويجو بزاف بزاف بنينا هادي المملحات يجو شغل ديميني كاسادية ولا ديميني طاكوس ونحطهم ديركتمو في طاوة تكون سخونة من قبل على نار تكون مطبس طريحة لقليل كما ركوا جوفوا جمعة هنا ونزل مريكم حبي بواحد اخرى بهات الطريقة دايما نزيت شوية كامل نحطوها ديركتمو في طاوة لتكون سخونة هاكدا كي تشوفوها تنفخة كده معتالة بطرية ناجحة نقلبوها طيبوها على بايض فاقت ما تحمروهاش بزاف على بايض ونحطوها ديركتمو في صاشي باش صاشي تكون جيراسيون هاكدا باش الخبس عنا يقعد الطريقي نجو حي نخدمو به عفوا غاوليك الخبس تاعي بعد ما طاب وحطيتو في صاشي هاداك هنا نجي ندهن نص الكوتي تاع الخبزة بشوية تاع الفورماج ونص الكوتي تاني كده عمرو بهاد الحشو تاعي اللي كان طاب لي هاد الحشو كي طاب لي جماعة درت له آآ مغرف كبيرة تاع الفورماج مغرف كبيرة تاع الجبن الطاري وخلطتهم لحكدا باش يجيني ملموم على بعضو مايجينيش متفرق شي فورماج رابي وانها كده تكون الحبات تاعيين وجودهم بنفس طريقة ونكون درت طاوة تاعي اللي كنت تذهنتها بشوية تاع الزيت باش نحمر لحبات تاوي بهاد طريقة جماعة كي تشاهدون شيء سهلاً وخفيفاً وضريفاً شيء جديد يمكنك تضعها في طاويلة تاكم وما أنت أحبتك في مجمعه في الفطورة ما يحبوا يأكله سيغار وين يقدروا يأكله خد شارهم شيئاً كبيراً ومش صغير بزاف وإذا أحبتوا تزيدوا صغرهم زيدوا صغرهم هكذا نحمروهم مليح في الطاوة تاعي ولا في البقلة بها الطريقة حتى يتحمروا مليح وتنحوهم المقلة هذا الفورماج يجوب يدوب عفواً ويجوب مبران القرمشين وهذا الخبز ضاي بزاف وبنين سحكم تجربوهم المائدة بتاعكم بتاع الفطور تبدلو شوية وتبعتوا لتطبيقاتكم بتاعهم دوكن ندوروا جماعة لتحلية هادية لتاع الفلون بزاف بزاف بنينة جماعة وتجي بزاف شباً دوكن نفهمكم هنا مليح في هات تحلية باش تجيكم بنينة وبزيدها إلى جماعة كما ركو تشوفون عندي كونسية تاع الفريزة راح نقطحها مكعبات يكونوا صغار بهذه الطريقة قطعوها مربعات هكذاية ونحطوها بجه هاد المربعات هما اللي لح ندروها القاعدة اللولانية لجيم التحت في الفل فيغين تابعنا وتقدروا تقدموهم في اي فيغين حبيتهم حتى مشي شرط انكم تقلبوهم هنا يفيغي سيبيو نحطت الفريزة التاعي ونضور ضوكل طابقة الأولى اللي مخدومة بالفل تعروف vin في اس줘 كاتروني عافوان درت زوج كيسين ونصsch تاع الماء الكاس تاعي يح grips 250 ميليلتر درت مانو زوج كيسين ونص سنضر ال fac villagers ايدي 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 تحتجل من الطعام. سأمر باخلي. اشتركوا في الناس المونة. دي ايضا في زوج كيسان ونص ساعة الماء. ها هذا اللقاء تحتجل الفرن وتعرف في الخز نزائل تعمية القرام لغير الماء. انا درت كيسان ونص ساعة الماء. اسمد بخصوص الملوين اختياري. ونزيدون هنا دق وجماعة. انا لا اعرف شو كانتون تحبون الحلوب كثير من وحبونه. ضرب كبيرة على سكر انا كفتني. تحبوا تزيدوا سكر زيدوا ما تقدروا تديروا حتى تلت مغارفة على السكر كيد دوقوا قبل ما تديروها فوق النار دوقوها وشوفوا أسك حلوة ولا مش حلوة دوقوا كل واحد على حسب القتاعو حطيتها فوق النار هاداك الخالط مع التحريك المستمر حتى ونيرفد لي الغالية عادي كيما الفلون لينطيبوه ما تحبيتو طيبو فلون يكينا يرفدنا الغالية ونحوم فوق النار كيما هادي كيما ليدرناها بالمام على الفلون تعرف خال هنا جبت لي فيغين توعيدر الطبقة الأولى هادية تعل فريزة من قطعة مكعابات ونجي ندير فوقهم طبقة من هاديك هاداك الفلون اللي درناه مع الماء الفلون تعرف خاز فوق الفريزة نجي نديرو طبقة كيما قلت لكم تقدروا تديرو أي نوع تعل فيغين تحبوهم من توما مشي شرط تديرو كيما تاعي بركة أنا حبيت نقلبهم باش نوري لكم اللي فين توما مشي شرط لكم تقلبوهم بها الطريقة وندخلهم ديركتمو الفريزة حتى وين تحكم روحها مليح الطبقة الأولى ندوروا الطبقة الثانية ماشي ما يبيد كي تشوفوها باللي حكم تروحها باش تروحوا تديرو الطبقة الثانية جماعة فيغيس فيعي كاسرونة عفوا دلت نصري ثلاثة الحليب ونروح نجيب فلون تعنواد كوكو هادا لي خرجوها ربحة جديد نكهة جديدة تعنواد كوكو لي عشاق عنواد كوكو كيما راكو تشوفو جبت هاد الباكي اللي نديروه فيري ثلاثة الحليب انا مرحش نديرو كاملا راح ندير نص باكي برك هنا راح ندير شغول فلون عادي راح ندير منه نص باكي ما عندها فيه الباكي مئة قرام انا راح ندير منه خمسين قرام معا نصري ثلاثة الحليب هاكدا انا وزنت افضلت قديرو ديركتمو شوفو كيفاش تقيسو اللي انا هو نص كيف كيف درت خمسين قرام معتها نصها ومغرف كبيرة تاع المايزينة ونزدت درت معاهم مغرف كبيرة تاع السكر جماعة دوكا اختياري هنا تانيك تحبو لازم تدوقو جماعة لازم تدوقو بشوية ملعقة صغيرة دوقو اسك حلوة ولا مش حلوة انا درت مغرف كبيرة تاع السكر عجبتني حلاوة تاميش حلوة بزف وما هيش صمطة بزف معا انتها قبل ما نديروها الطيب لازم تدوقوها اسك مخصوصة سكر ولا لا لا درتها فوق النار مع تحريك المستمر حتى وين ترفضلي الغلية او تعقدلي شوية هاديك راك خام كما راكوا تشوفو هنا الفلونتاعي هادك الطبقة الاولى راه حكما تروحها نجي ندير فوق ها الطبقة التانية بهات طريقة ونعاود ندخلهم ديراكتوم الفريجيدر حتى وين يشدو راحهم ملع وحتى وين يبردو ملح ملع معا انتها خلوهم منزود سوية حتى الفوق هاكذا بهات طريقة شوفوا جماعة شحان يجو الشابين بعد ما نقلبوهم مهلا بعد ما بردو وخرجتهم نقلبهم بهات طريقة تحلية سهلة مهلا ان شاء الله تجربوها وتبعتولي تطبيقاتكم عبر ما يقع توصلوا اجتماعي خاصين بيا وتنال اعجابكم ونقول لكم جماعة ان شاء الله يكونوا عجبوكم رطفة عن هاليوم في بعض صفات اخرى ان شاء الله وفي فيديوهات اخرى ان شاء الله صحة فطوركم وبسلام اشتركوا في القناة